السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنبدأ اليوم بشرح دارس عالم البحار للصف الثامن يسخر عالم البحار بكائنات ومخلوقات عجيبة تثير دهشة الإنسان وتحير فكره لما يراه من سحر جمالها وتناسق تكوينها يسخر يفيض ويمتلأ تثير تحرك دهشة إعجاب الفكرة الرئيسة عالم البحار مدهش وعجيب إعراب يراه عبارة عن يرا زائد الضمير الهاء الفعل يرافع المضالع مرفوع على مترفعه الضم المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذف والضمير الهاء ضمير متصال مبني فيما حال نصب مفعول به إن أول ما يلاحظه المتأمل في عالم هذه المخلوقات ذلك التناسب الضقيق بين شكل هذه الكائنات ووظائفها فالشكل الإنسيابي هو الغالب على طائفة كبيرة منها وذلك لأنه يساعدها على التنقل والسباحة ويخفف إلى حد بعيدا من مقاومة ضغط الماء لحركتها كما أن الله عز وجل وهبها أعضاء تناسب وظيفتها فالسمك الطائر مثلا مزود بزعانفة تشبه الأجنحة تساعده على مضاعفة سرعته إذا أراد أن يلحق خصمه أو أراد الهروب منه وبعض الأسماك زود بزعانفة تمكنه من الدوران والمناولة بسرعة كبيرة وبعضها يمتلك جسما مفلطحا يساعده على تحمل شدة ضغط المياه إن كان يعيش في الأعماق التناسب الانتظام طائفة جماعة وهبها منحها مضاعفة زيادة خصمه فريسته المناورة الخديعة ومفلطحا منبسطا الفكرة الرئيسة التناسب الدقيق بين شكل الكائنات ووضائفها استخرجي من النص اسم إن أولا ولأنه ضمير الهاء بدلا المخلوقات والتناسب والكائنات فعلا مبنيا للمجهول زودة مفعولا به ثانيا أعضاء وفي عيون السمك خواص فريدة تتجلى فيها قدرة الخالق الكريم ودقة صنعه فبعض الأسماك يمتلك كشافا ضوئيا في الجزء الأسفل من كل عين تستخدمه السمكة في إفزاع أي عدو يتجه نحوها أو في التخاطب مع أفراد نوعها من الأسماك إذ إنها تتحكم في إطفاء هذا الكشاف أو إضاءته ولا تستخدمه إلا عند حلول الظلام الدامس ويستعمل كثير من هذه الحيوانات البحرية وسائل فريدة ومثيرة في التخفي والتمويه سعيا منها إلى المحافظة على حياتها من الأخطار الخارجية التي تهددها خواص صفات فريدة نادرة إفزاع إخافة تتجلى تظهر الدامس الشديد الظلمة التمويه الإخفاء الفكرة الرئيسة بعض الخواص الفريدة في عيون الأسماك استخرج من النص مبتدى مؤخر خواص فاعلا مؤخرا السمكة خبر إن ونوعه جملة فعلية تتحكم مفعولا لأجله سعيا وهنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحصة ترجمة نانسي قنقر